من الأسئلة التي وردت فيما يتعلق بالصرف إذا مثلا ذهب إلى شخص يطلب صرف مئة ريال لكن الشخص الذي يريد الصرف منه ما عندها لتسعين ريال فأعطاه الدسعين وقال أعطيك العشر بعدين هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز ولا حرج فيه لأن هذا من نفس الجنس النقود إذا استبدلت بنقود وكانت من نفس الجنس فإنه لا مانع من التأجيل بشرط التساوي ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أذهب بالذهب مثلا بمثل أو قال أذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل إلا مثلا بمثل فدل هذا على أنه إذا حصل التماثل أجزأ ذلك لكن إذا اختلف الجنس مثل ريالات بجنيهات ففي هذه الحال لا بد من التقاوض ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هو نمش